النبي عليه الصلاة والصيام نحن كلنا عارفين حتى المثل المصري الزواج نص الدين فده ناتج من حديث اذا تزوج العبد فقد استكمل شطر إيماني فليتقي الله في الشطر البقش ده حديث بسينا هناك دايما تسمع الكلمة دي يقولك وانا ديني منقوص عشان أكمله بالزواج خلينا بقى اللي احنا نقول ان ده سيدنا النبي بيقول عليه الصلاة والصيام خلي بقى لك انت الزواج ده عبارة عن ايه؟ الزواج ده عبارة عن قيم أسرة بناء أسرة أصلا والأسرة دي لابنت المجتمع الحاجة الثانية اللي هو وانت ما تيجي تتزوج فانت بتتزوج ده ربنا بيديك نعمة هيسألك عنها يوم القيامة هيقول لك ألم أزوجك يبقى دي من النعم اللي ربنا بيمتن بها على الإنسان طيب عشان أتجوز ويبقى عندي مفهوم السعادة ده أفهم مفهوم الزواج أصلا اللي هو المواد الرحمة المواد الرحمة اللي هو الدكتور لما تكلم وقال والله أول حاجة عندي حاجة اللي هو الكلمة الحلوة الكلمة الطيبة أنا عندي مبدأ في القرآن وقولوا للناس حسن قلوا للناس دي لكل الناس فما بقى بالزوجة اللي هي ألصق الناس بي عشان كده كان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كل يوم الصبح يصبح السيدة عائشة فيقول لها والله إني لأحبك يا عائشة والله إني لأحبك يا عائشة الدكتور قال مثلا في قضية مثلا مهمة جدا وقال اللي احنا يعني التواصل الدائم اللي احنا المشاركة حتى المشاركة الوجدانية في الهموم في الأحزان في الأفراح ده حصل يعني ده حصل حتى وده مبدأ على فكرة إسلامي مهم جدا يعني سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء وقال زملوني إيه اللي حصل السيدة خديجة قالت له إيه شركته ده قالت له والله لا يخزيك الله أبدا خلاص طيب سيدنا عمر لما دخل على سيدنا النبي سيدنا أبو بكر لأ النبي بيبكي وسيدنا أبو بكر بيبكي فقال لهم طيب أنا عاوز أبكي معكم طيب فإن وجدت شيئا بكيت لبكائكم أو إلا تبكيت يعني هو حتى بيشاركهم حتى في قضية البكاء السيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما السيدة عائشة كان رصبت وجعها فقال والله وأنا رأسي كذلك يا عائشة يعني إذن المشاركة دي الوجدانية مبين الزوجين دي بتفضي على الأسرة اللي هي السعادة والمواد ده واللي احنا نكمل على خير يعني الحياة الزوجية حاجة الثالثة اللي الدكتور قالها برضو اللي هو احنا عندنا حاجة مهمة جدا اللي احنا ما ينفعش باللي احنا نخلق المشايكل مع بعض هي الدنيا لابد فيها من منغسات بس الإنسان الزكي اللي هو يبدأ يتفاعل مع المنغسات دي ويحولها الأثار السلبية إلى أثار إيجابي أنا مستحيل أعيش في الحياة وهلاقي واحد كده كامل مكمل ما عندهش أخطاء ولذلك سيدنا أبو الضرداء رضي الله عنه لما اتجوز بيقول له مراته بيقول لها خلي بالك أنا راجل غضوب فقالت له أسوأ منك خلقا اللي انت لو شفتك انت غضبا وأنا ما ردتكش يعني هو قال لها إذن كده نتفق إذن أنت زوجتي يبا هي ده مهم جدا يعني الحاجة الثانية الدكتورة قالت قالت قضية الحب هو عاوز يسمع كلمة حلوة أو الزوجة تسمع كلمة حلوة ده أيضا مبدأ عندنا في ديننا يعني سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال من أحب أخاه فليخبر يعني أنا بحب إنسان عادي فليخبر فيقول له أنا بحبك يا سيد الحاجة الثانية سيدنا النبي هو بقى كان بيطبق ده يعني النبي بيقول نظري عليه الصلاة والسلام ويطبق ذلك عمليا عليه الصلاة والسلام هي شاركة النبي صلى الله عليه وآله وسلم طب لما تحصل مشكلة أعمل إيه أأم أكسر الدنيا وأغضب وإلى آخرة لا مفيش الكلام ده أبدا سيدنا النبي الكلام واضح جدا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل طبق طعام كده على النبي عليه الصلاة والسلام وكان في بيت عائشة وعنده ضيوف عارف عنده ناس ضيوف الصحابة الكرام رضي الله عنه فالسيدة عائشة مسكت إيد النبي ضربت النبي ضربت إيد النبي وبعدين الطبق وقع فالكسر فالصحابة قاعدين فالنبي ينظر ويبتسم عليه الصلاة والسلام غارت أمكم وبعدين يقول غارت هو بيرفع عنها الحرج النبي عليه الصلاة والسلام وبعدين يرفع من قيمتها ويعلم إن شأنها وقولهم ما تنسوش أن دي أم المؤمنين أيها فقال غارت إيه غارت أمك الحاجة اللي بعد كده مهم جدا عشان تبقى فيه سعادة القناعة احنا بتشوف الناس بتطلق أسباب الطلاقين مفيش قناعة أولا الراجل ممكن لا يقتنع بزوجته عشان هو شوف واحدة أجمل فهو بدأ يعمل مقارنة العجيبة دي أو الزوجة بدأت تعمل مقارنة أختي جزها معيشة في النعيم وأنا في الحال اللي إحنا فيها يا جماعة إحنا عندنا مسألة القناعة مهمة جدا القناعة كل واحد يرضى بالآخر الأمر الثاني اللي هو حتى في قضية في قضية الرزق القناعة وزيك عمران بن حطان كان متجوز واحدة من أجمل النساء وهو كان من أقبح الرجال يا سبحان الله فقال لها تعرفي اللي أنا وإنتي في الجنة إن شاء الله فقالت لها كيف زيك يعني قال لها لإن أنت خدتي أنا خدت واحدة زي الجميلة ما شاء الله فشكرت ربي وإنت خدت واحد زي قبيح جدا فصبرتش فإن شاء الله فإحنا في الجنة طيب خليها روح لأي